السلام عليكم أهلا وسهلا بكم متابعين في فيديو جديد اليوم راح أشتري كم شغلة رمضان وهنا هسه آني بهذا المكتب لي طبع أوراق وصور فهنا عندي صور رمضانية حبيت أطبعها وهسه تشوفون من أرجع اش راح أسوي بيو وهنا أجيت على محل ثاني حتى أشتري فريم للصور أخلي بيهم الذين اللي شفتوهن مع الرمضان وهنا أخذت أغراض للمطبخ وأخذت من هذول المماعين عجبوني حسيت ديزاين حلو رمضاني وهنا هاي شغلات صيفية حلوة إن شاء الله وراء رمضان نسوي جديد كورات حلوة للصيف وهنا هاي كملت رحت على محل ثاني عند أقمشة ردت أقماش ذهبي أخلي على ميز الطعام فهذا كلش عجبني اللون مالته وحلو بيلمعة فأخذت من عنده وهنا هما جيت على محل ثاني شبت هذول اللي كوابه عجبني خذت واحد إلي واحد الأختي حلوات هاي وهنا بعد ما رجعت خذت هذا الفريم اللي شفتوه صبغة لونها أزرق وهنا رح أخلي هاي طبعتها ما رمضان وراح أخلي بيها وهنا هذول الشموع اللي أخذتهم رح أطبع عليهم هذا كلمة رمضان على الشمعة فسراكم طريقة سهلة فهنا هي هاي الورقة وخذت لاسق ومي دافي فرح أقصها يعني أسويها صغيرة صغيرة وهنا تجيبون اللاسق وتلزقوا عليها وهي تشتغطون عليها حتى يعني ما يدخل بيها هوى وتكصون منها الأطراف مع اللاسق وتخلوها بالمي الدافئ لمدة عشر دقائق هاي هاي تشتغطتها وننتظر عشر دقائق وارجع لكم وهنا هاي بعد عشر دقائق رح أحاول مثل لقشطها فأنتوا يعني لا تخافون على الكتابة لأن احنا خليناها عشر دقائق وهذا كله الكلمات رح يعني شون تلزق باللاسق فهي تضلون يعني لحد ما تشيلون هذا الورق الزائد فهنا بعد ما تكملون يعني تخلوها على الشمعة تلزقوها فهي بالعادة تلزق بس ما أعرف ما لزقت عندي فعادة تجيبون يعني تيب هو اللي صغير اللاسق وتلزقوها هيج فبس من هالصفحة ما لزقت عندي بس الصفحة الثانية ما كانت محتاجة أخلي لاسق فهذا شكلها وهنا هم سويت الثانية من نفس الطريقة هذا كان شكرين إن شاء الله عجبتكم وهنا وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسونا باللايك وإن شاء الله أرجع لكم فيديو جديد مع السلامة